والموضع الرابع قوله فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها انتهى كلامه وألف العمل عهدية يراد بها عمل خاص هو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دم فهو قيامها بالصلاة وتلاوة القرآن والدعاء فيها لا مطلق العمل وما يقع من استحسان للإكتار من الأعمال الصالحة المتنوعة في ليلة القدر غالط في فهم المراد الشرعي منها فمن يؤقت تلك الليالي لأجل عمل يراد به إصابة الخيرية المذكورة فيها بأن يطعم جائعا ويسر عاريا ويداوي مريضا ويتصدق على فقير ويبر والدا ويحسنا إلى جار ويصل رحما فكل تلك الأعمال غير مرادة فيها فالذي يبقى تلك الليالي مريدا إصابة ليلة القدر في المسجد قائما تلك الليلة أو في غيره قائما تلك الليلة بالصلاة وتلاوة القرآن فيها والدعاء هو الموافق للمأمور به شرعا لا من ترك القيام والصلاة والتلاوة وذهبا يكثر الأعمال من الصدق والإحسان والبر والصلة فهذا معنى حادث لا يعرف عن السلف رحمهم الله